الفنانة مونيا التي اشتهرت بدور ألفت في مسلسل عائلة الحج متولي فهي من موليد 31 يوليو عام 1969 وهي تبلغ من العمر حالياً 53 عاماً فهي درست في معهد الموسيقى العربية وكانت بدايتها كممثلة وهي كان أول عمل مسلته كان مسلسل لمن أطرب كل هذا وشاركت بالبطولة في مسلسل المجهول وأيضاً شاركت في مسلسل أم العروسة وكانت بدايتها عندما عرفها الجمهور عن طريق دور ألفت في مسلسل عائلة الحج متولي عام 2001 ولكنها قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية ولم تحظى بالنجاح الكافي الذي حظى به هذا المسلسل وفي مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمر الليسي هي صرحت وقالت أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي هو أول شخص اكتشفها وهي كانت بتحب الغناء جداً وسمع صوتها وهي كانت بتغني في أحد الأفراح في الأسكندرية وهو طبعاً ساعد جداً بهذا الصوت وقال لها أنت صوتك واعد جداً وانت لك مستقبل باهر جداً في الغناء وقالت أن من أطلق عليها اسم مونيا هو الموسيقار الراحل فهي اسمها الحقيقي إيمان وأن سبب ابتعدها عن الفن المدة أكثر من عشرين عاماً كان بسبب استكمال دراستها في أكاديمية الفنون وأنها حصلت على الدكتوراه وتجهز لمسرح غنائي كبير جداً فهي في الأصل مطربة وأضافت أنها سعيدة جداً بالعودة إلى الفن وأنها سوف تعمل أعمال فنية في القريب كما سألها أحد المتابعين عن حالتها الاجتماعية فقالت أنها أم الإبنين هما محمد وآدم وقالت أنها عايشة حياة سعيدة مستقرة مع زوجها وإحنا طبعاً بنتمنى لها كل السعادة وأن هي دايماً تمتانة بأعمال فنية جيدة مثل الأعمال الجميلة اللي قدمتها لنا على مدان مشوارها الفني ترجمة نانسي قنقر